موسيقى يكون A و B عددين حقيقيين معلومين العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي X بالعدد A X زائد B يسمى ذالة تآل فيها معاملها A ونكتب F X يساوي A X زائد B ونقول إن العدد A X زائد B هي صورة X بواسطة دالة F إذن تعريف دالة الثالفية هي دالة أو علاقة تربط بين متغير X وعدد ألا وهو A في X زائد B إذن الفرق بين دالة الثالفية والدالة خطية هي العدد زائد B أو B بمعنى أن يجب أن يكون B يخالف سفر حتى تكون لدينا دالة تآل فيها أما إذا كانت سفر إذن هنا ستكون دالة خطية وتكتب على شكل F X يساوي A X إذن نعيد بنسبة الدالة التآل فيها هي علاقة تربط بين كل عدد حقيقي X بالعدد A X زائد B ونكتب F X ساوي A X زائد B مثال لتكون F دالة ألفية بحيث F X يساوي 3X ناقص 1 إذن سنحسب صور بعض الأعداد بالدالة التآل فيها 3X ناقص 1 على العلم أن العدد 3 يسمى بمعامل الدالة التآل فيها إذن نحسب أفلي 5 إذن أفلي 5 يساوي 3X5 ناقص 1 يساوي 15 ناقص 1 تعطينا 14 نأخذ مثال آخر أفلي ناقص 2 يساوي 3X2 ناقص 1 3X2 يساوي ناقص 6 ناقص 1 يساوي ناقص 7 مثال آخر أفلي 2 على 3 يساوي 3X2 على 3 ناقص 1 إذن نختزل بـ 3 تعطينا 2 ناقص 1 يساوي 1 معامل الدالة خطية خاصية إذن لحساب معامل الدالة خطية بحيث أن F دالة خطية معامل وهو A إذن لحساب A فإن معامل الدالة يساوي ماذا؟ يساوي F لمتغير رقم 1 ناقص F لمتغير رقم 2 على المتغير رقم 1 ناقص المتغير رقم 2 بمعنى نحتاج هنا إلى معرفة صور عددين مثلا F لـ 2 و F لـ 3 لحساب معامل الدالة إذن معامل الدالة A يساوي F لمتغير 1 ناقص F للمتغير رقم 2 على المتغير رقم 1 ناقص 2 لنرى مثال لتضح لنا الصورة مثلا لدينا F دالة ألفية حيث F لـ 5 يساوي 2 و F لـ 3 يساوي ناقص 2 إذن بما أن F دالة تألفية إذن F ستكتب على شكل A في X زائد B إذن لنحسب العدد A اللي هو معامل الدالة التألفية F ثم بعد ذلك سنحدد الدالة F إذن لنحسب معامل الدالة نعلم أن معامل الدالة التألفية يساوي F لـ X1 ناقص F لـ X2 على X1 ناقص X2 بمعنى أن F لمتغير رقم 1 ناقص F لمتغير رقم 2 على المتغير رقم 1 ناقص المتغير رقم 2 إذن إذن نخذ هنا A بما أننا نعلم F لـ 5 و F لـ 3 إذن سنستعمل كل من العدد 5 و 3 إذن F لـ 5 ناقص F لـ 3 على 5 ناقص 3 نعود F لـ 5 بقيمته ألا و 2 ناقص ثم F لـ 3 ألا و ناقص 2 الكل على 5 ناقص 3 تعطينا 2 إذن 2 ناقص ناقص 2 تعطينا 2 زائد 2 الكل على 2 تساوي 4 على 2 ونختزل تعطينا 2 إذن 2 ومعامل الدالة التألفية وبالتالي سنكتب F X تساوي 2X زائد B إذن لنحسب العدد B لدينا F X تساوي 2X زائد B إذن مثلا نخذ F لـ 5 تساوي ماذا؟ تساوي 2 في 5 زائد B و 2 في 5 تساوي 10 زائد B ونعلم أن F لـ 2 تساوي 5 إذن لدينا F لـ 5 تساوي 2 و F لـ 5 تساوي 10 زائد B لاحظ ما هي جيداً لدينا هنا متساويتين ثم لاحظ أن لدينا نفس الطرف ألا هو F5 إذن أستنتج ماذا؟ أستنتج أن 10 زائد B تساوي 2 وبالتالي لدينا هنا معادلة المجهول هو B إذن نحل المعادلة تعطينا B تساوي 2 ناقص 10 إذن B تساوي ناقص 8 وبالتالي فالدالة التألفية F ستكتب على الشكل التالي F X تساوي 2X ناقص 8 نمر إلى التمثيل المبياني إذن نأخذ مثال F X تساوي 3X ناقص 2 ونعلم أن التمثيل المبياني الدالة الخطي عبارة على مستقيم وكذلك الدالة التألفية كذلك تمثيل وعبارة على مستقيم إذن لتمثيل هذه الدالة على معلم سنحتاج إلى تحديد نقطتين تحقق لنا المعادلة المستقيم المستقيم Y يساوي 3X ناقص 2 نأخذ مثلا X ونأخذ قيمة X مثلا X ناقص 1 وسنحسب F X إذن F لناقص 1 يساوي ناقص 3 في 1 ألا وهي ناقص 3 ناقص 2 يساوي ناقص 5 إذن نقطة الأولى التي سيمر منها المستقيم الذي هو تمثيل بأن الدالة F سيكون أفصلها هو ناقص 1 وأرتب وناقص 5 نأخذ مثال آخر X تساوي 2 وسنحسب F لـ 2 تعطينا 3 في 2 ستة ناقص 2 تساوي 4 إذن النقطة الثانية التي سيمر منها المستقيم الذي هو تمثيل الدالة F فهي نقطة ثانية أفصل 2 وأرتبها 4 إذن لدينا هنا معلم متعامد ممنظم حيث أنها المسافة E تساوي مسافة أول إذن النقطة الأولى كما رأيتم أفصلها ناقص 1 أرتبها ناقص 5 النقطة الثانية أفصلها 2 أرتبها 4 إذن لدينا هنا نقطتان ونقطتان كافية لإنشاء المستقيم الذي معادلته 3X ناقص 2 وبالتالي فهو التمثيل بين الدلاء التألفية